أعلنت السلطات الفلسطينية عن دفن جثامين مئة شهيد بمقبرة جماعية في مدينة رفح كانت قوات الاحتلال قد سرقتها من مناطق متفرقة من قطاع غزة وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن السلطات الفلسطينية تسلمت الجثامين عبر معبر كرم أبو سالم لشهداء وموتى مجهولي الهوية بعضها كان متحللا وأظهرت معينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاء منها